أهلا بكم سنة خمسة ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات سلاح التنميز على المفهوم السالس التغيرات في الشبكات الغذائية الفصل الدراس الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد تحدث ظاهرة أبيضات الشعاب المرجانية يعني اللون الشعاب المرجانية يتحول إلى اللون الأبيض بسبب التغير فيه بسبب التغير في نوع الغذاء الرياح درجة حرارة المياه أعداد الأسماك أقول له درجة حرارة المياه عندما يتحول المياه من درجة حرارة المياه الباردة إلى الدافئة يتحول لون الشعاب المرجانية إلى لون الأبيض السؤال رقم 2 عند زيادة أعداد الحيوانات المفترسة في الشبكة الغذائية يعني وليكن مثلا أعداد الأسود زادت إيه اللي ممكن يحصل بالنسبة لأعداد الفرائس تزداد، تزبت، لا تتأثر، تقل طبعا لما يكون فيه زيادة في أعداد المفترسات أو الحيوانات المفترسة في الشبكة الغذائية ده إيه اللي بيحصل تقل أعداد الفرائس يعني لما يكون الأسود بيزيدوا إيه اللي بيحصل مثلا للغزلان كمثال بتقل إيه الغزلان السؤال رقم 3 يؤدي اختفاء الكائنات المنتجة في نظام بي زي إحنا عارفين إن الكائنات المنتجة اللي هي مين اللي هي النباتات هنا بيقول إختفاء الكائنات المنتجة في نظام بيه إلى كل مما يأتي ما عدا زيادة الحيوانات أكلات العشب لما النباتات اختفت هل حيوانات أكلات العشب هتزيد؟ لا طبعا موت الحيوانات أكلات اللحم خلل في الشبكة الغذائية موت الحيوانات أكلات العشب طبعا الإجابة طبعا عند اختفاء الكائنات المنتجة لها النباتات موت الحيوانات أكلات اللحم خلل في الشبكة الغذائية طبعا يحصل خلل وموت الحيوانات أكلات العشب طبعا مش هتلاقي إيه؟ مش هتلاقي نباتاتها كلها يبا كله ده هيحصل معدى مين؟ معدى زيادة الحيوانات أكلات العشب أسأل رقم أربعة تعتمد الطيور البحرية في غذائها على الحيتان يعني هل الطائر يأكل حوت؟ القروش الطائر ممكن يأكل حوت؟ الديدان طبعا الطيور البحرية اللي تأكلها الديدان ولكنها تأكل الأسماك الصغيرة رقم خمسة تبدأ السلسلة الغذائية في البيئة الصحراوية نركز في السؤال دوت جايب لك البيئة الصحراوية عشان يعمل إيه؟ خلج ماك كده تلف أي شبكة غذائية أو سلسلة غذائية بتبدأ بكائنات منتجة يبا هين بيقول لسعبين حيوانات مفترسة النباتات كائنات محللة أقول له النباتات لأن النباتات دي كائنات إيه؟ كائنات منتجة رقم ستة يتسبب سقوط الأمطار خفيفة في الصحراء في نقطة النظام البيئي بها أمطار خفيفة نزلت في الصحراء هل الأمطار الخفيفة تدمر النظام البيئي؟ ولا تحسن؟ ولا تضر؟ ولا تلوس؟ أقول له الأمطار الخفيفة تحسن النظام البيئي بها السؤال رقم سبعة كل مما يلي يؤدي إلى حدوث خلل في الشبكات الغذائية؟ ما عدا؟ الجفاف؟ أه طبعاً بيحدث خلل زيادة المفترسات؟ طبعاً استرداد المأوى أقول له الجفاف وزيادة المفترسات والأمطار الغذيرة؟ ده بيؤدي إلى حدوث خلل في الشبكات الغذائية ما عدا؟ استرداد المأوى السؤال رقم تمانية تأكل السلاحف البحرية المواد نقطة معتقدة إنها أنادي للبحر البلاستيكية الورقية الخشبية النحاسية أقول له النحاسية الحاجات دي طبعاً إحنا شرحناها في الدرس السؤال رقم تسعة مبادرة خال من البلاستيك تهدف إلى جميع ما يلي ما يعدى تهدف إلى إيه؟ إعادة تدول البلاستيك؟ أه طبعاً استعمال الشوكة الخشبية بدلاً من البلاستيكية؟ طبعاً استبدال الأكياس البلاستيكية بالأماش؟ أكيد إزالة الموطن الطبيعي للمرجاني إذا نقول له مبادرة خال من البلاستيك تهدف إلى جميع ما يلي ما عدا؟ إزالة الموطن الطبيعي للمرجاني تهدف إلى إعادة تدول البلاستيك واستعمال الشوكة الخشبية واستبدال الأكياس البلاستيكية بالأماش السؤال رقم 10 تصنف التحالب من فئات الكائنات نقط في الشبكة الغذائية البحرية التحالب تعتبر من ضمن الكائنات أقوله المنتجات للغذاء زي النباتات في الأرض في الأرض لكن التحالب موجودة في فئة البيئة البحرية السؤال رقم 11 عند اختفاء النمر الذي يتغذى على الغزال النمر يتغذى على الغزال اختفى النمر اختفى الذي يتغذى على العجب والغزال يتغذى على العجب يبقى اسمها شبكة غزائية يبقى نمر يتغذى على الغزال والغزال يتغذى على العجب طبعا عند اختفاء يعني ما فيش نمر في السلسال غزائية معينة تقل أعداد الغزلان لما النمر اختفى يعني ما فيش مش هيكل الغزال هل بتقل أعداد الغزلان لا طبعا تزداد كمية العجب لا طبعا دي ممكن تقل كمية العجب لأن هيحصل حاجة تاني لا تتأثر أعداد الغزلان لا طبعا تزداد أعداد الغزلان أكيد هي دي ليه لأن النمر اختفى فبالتالي ما فيش مفترس هيفترس من الغزال فبالتالي هيزداد أعداد الغزلان السؤال الثاني أكمل العجارات الأتية باستخدام الكلمات بين القوسين رقم واحد سقوط أمطار غزيرة في الصحراء يؤدي إلى نقطة النظام البيئي أمطار غزيرة يبقى إذا نقوله يؤدي إلى خلل النظام البيئي رقم اثنين من الكائنات المنتجة التي تسبب ضررا في الشبكة الغزائية عند اختفاءها احنا قلنا الكائنات المنتجة العجب أم السكور أقوله إيه العجب ده كائن منتج رقم ثلاثة عندما يتغزى الأسد على الغزالة تنتقل النقطة من الفريسة إلى المفترس الطاقة والحركة أقوله الطاقة تنتقل الطاقة من الفريسة اللي هي الغزالة إلى إيه إلى الأسد رقم أربعة إذا أزيل العجب من البيئة الصحراوية العجب تزيل من البيئة الصحراوية فإن الكائن الذي سيختفي أولا هو الصقر أم الفقر طبعا الصقر لا يتغزى على العجب ولكن من الذي يختفي الفقر أسأل رقم ثلاثة بفضل استخدام العبوات المصنوعة من نقطة لحماية البيئة البحرية الكرتون ولا البلاستيك عشان نحمل بيئة البحرية تمام لابد من صنوعة العبوات المصنوعة من الكرتون وليس البلاستيك رقم ستة إذا وجدت الحيتان قطعة بلاستيك فإنها تعتقد تعتقدها غذاء وتأكلها تفرد بينها وبين غذائها أقول له بتعتقدها غذاء وتأكلها وكمان السلاح في البحرية طيب رقم سبع من أسباب حدوث خلل في النظام البيئة البحرية الصيد الجائر المحميات البحرية المحميات البحرية دي بتحمي الكائنات البحرية لكن من أسباب حدوث خلل في نظام البيئة البحرية أقوله الصيد الجائر السؤال رقم 8 تستطيع بعض نقاط صنع غزائها بنفسها في البيئة البحرية الأسماك الصغيرة الكائنات الدقيقة أقوله الكائنات الدقيقة زي الطحولب السؤال رقم 9 يتم إنشاء نقطة للحفاظ على الكائنات البحرية في نظامها البي إيه أقول له إيه محميات رقم عشر يتم رعاية الشعاب المرجنية للحفاظ عليها في المشتل حوض سمك إحنا عارفين ودرسنا المشتل وممكن ترجعوا للدرس السؤال رقم ثلاثة ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات القتال رقم واحد الطيور والسلاحف البحرية لا تستطيع التمييز بين غزائها الحقيقي والمواد البلاستيكية أقول له العبارات صحيحة لأن ممكن السلاحف البحرية تتغذى على الأكياس معتقد أنها أناديل البحر السؤال رقم اثنين عند حدوث تلوث في اليابس أو على اليابس لا يؤثر ذلك في الحياة البحرية أقول له العبارة خطأ لما يكون فيه تلوث على اليابس ده بيؤثر سلبا على الحياة البحرية الأكياس بلاستيك مثلا بتنزل إلى الشاطئ فبتاخدها المياه وإيه اللي بيحصل السلاحف البحرية بتكونها ومعتقد أنها أناديل البحر فده بيأثر على مين على البيئة البحرية سؤال رقم ثلاثة يعتبر فقدان الموطن الطبيعي للكائن الحي أحد الأسباب الرئيسية للإنكراد فقدان الموطن الطبيعي ده يعتبر من أسباب الإنكراد العبارة صحيحة سؤال رقم أربعة لا تتسبب الأنشطة البشرية في وقوع تغييرات جزرية في البيئة الأنشطة البشرية دي بتسبب هنا بيقولك لا تسبب وقوع تغييرات جزرية في البيئة العبارة إيه؟ العبارة خطأ سؤال رقم خمسة غياب الكائنات المنتجة اللي هي النباتات أو التحالج من أي نظام بيئي يؤدي إلى موت الكائنات المستهلكة العبارة صحيحة يعني لو فيش نباتات إيه اللي هيحصل لجميع الكائنات المستهلكة هو منها الإنسان هيموت السؤال رقم ستة يعد سمك القرش في النظام البيئي البحري من الكائنات المنتجة أقول العبارة خطأ سمك القرش ده من الكائنات المستهلكة وليس المنتجة السؤال رقم سبع تهاجر الكائنات الدقيقة إلى التي تعيش في الماء البارد إلى موطن جديد عند تغير المناخ هذه العبارة صحيحة لأن فعلا الكائنات الدقيقة زي التحالب اللي بتعيش في الماء البارد بمجرد ما إن حصل تغير في المناخ اللي بيحصل بتهاجر السؤال رقم تمانية للتقليل من استخدام البلاستيك يمكننا استخدام الأكياس الورقية بدلا من البلاستيكية يعني عشان نقلم من استخدام البلاستيك ممكن نستخدام الأكياس الورقية بدلا من البلاستيكية العبارة صحيحة السؤال رقم تسع قد ينهار النظام البيئي بالكامل إذا اختفت منه النباتات أقول له العبارة إيه؟ صحيحة النظام البيئي ممكن ينهار كاملاً لو ما فيش إيه؟ ما فيش نباتات رقم عشرة إذا زاد عدد نوع واحد من الكائنات الحية أكثر من اللازم يعني مثلاً الأسود زادت أكثر من اللازم مثلاً لا تتأثر الموارد التي يتغذى عليها أقول له الغزلين مثلاً هدو تتأثر أولاً مش تتأثر؟ طبعاً هدو تتأثر هني بيقول ليه؟ لا تتأثر يبقى العبارة إيه؟ خطأ السؤال رقم حداشر تنتقل الطاقة من الشمس إلى العجب مباشرةً في الشبكة الغزائية الصحراوية أقول له العبارة؟ صحيحة طبعاً بتنتقل الطاقة من الشمس إلى العجب مباشرةً في الشبكة الغزائية العبارة إيه؟ صحيحة لأن الشمس بتعطي العجب ضوء الشمس الذي يقوم من خلاله بعملية صنع غزائه من خلال عملية البناء الضوية السؤال رقم 12 من أهداف مشاريع الإصلاح أعادة المواطن الطبيعية إلى ما كانت عليه مشاريع الإصلاح تعمل على أعادة المواطن الطبيعية إلى ما كانت عليه العبارة صحيح رقم 13 التغيرات في مجموعات الكائنات الحية لا تعني زيادة أو نقص عدد نوع من الكائنات الحية هنا بيقول لي لا تعني لا طبعا هي المفروض تعني زيادة أو نقص عدد نوع من الكائنات الحية العبارة خاطئة السؤال رقم 14 تنتقل الطاقة بين الكائنات الحية في النظام البيئي طبعا بتنتقل من النباتات إلى الكائنات التي تغز عليها يعني زي مثلا الحشرات ثم بعد ذلك تنتقل إلى الضفادع والسعبين وهكذا يعني يبقى العبارة صحيح إذا أصبحت الظروف المناخية غير مناسبة لبعض الكائنات في بيئتها فإنها قد تهاجر أو تموت يعني للظروف المناخية زي التحالب البحرية مثلا أو الكائنات الدقيقة البحرية لما بتتغير المناخ بتاعها إما تهاجر أو تعمل إيه أو تموت العبارة صحيحة السؤال رقم 4 اختر من العمود ألف ما يناسب العمود بيئة واحد يتسبب في موت النباتات هنا تعتبر غزاء سامن للمرجان يسبب نقص أعداد الكائنات البحرية كائنات منتجة في البيئة البحرية الصيد الجائر الصيد إيه؟ الجائر أقول له إيه؟ طبعا الصيد الجائر ده بيسبب نقص أعداد الكائنات البحرية الصيد الجائر يعني بنصيد كميات كبيرة جدا طيب نشوف نهو يتسبب في موت النباتات إيه هو؟ جفاف التربة يعني لما احنا مش بنرجو مثلا النبات فبالتالي الطربة بتجف بالتالي اللي بيحصل تموت النباتات تعتبر غزاء سامن للمرجان ايه هي الغزاء السامن للمرجان أقول له؟ الجسيمات البلاستيكية كائنات منتجة في البيئة البحرية اللي هي ايه؟ الطحالب الطحالب ده كائنات منتجة بس موجودة فين في البيئة البحرية أشأ الرقم خمسة اكتب المصطلح العلمي الذي يدل أو الذي تدل عليه العبارات الاتية رقم واحد منطقة في المحيط تتم فيها رعاية الأجزاء الصغيرة من الشعاب المرجانية لأعادتها إلى أماكنها المتضررة ده اسمه ايه؟ المشتل اثنين أفراد من الكائنات الحية من نفس النوع تعيش معا في منطقة معينة يعني مثلا وليكن مجموعة الطيور مثلا بيعيشوا مع بعض في منطقة معينة منطقة بحرية ده اسمها ايه؟ مجموعة الكائنات الحية يبقى أفراد من كائنات الحية من نفس النوع بتعيش معا في منطقة ايه معينة ده اسمها مجموعة كائنات الحية رقم ثلاثة قطع من البلاستيك أصغر من حبة الأرزء تنتج عن تكسير المواد البلاستيكية القطع دي اللي هي بتتكسر زي حبة الأرزء ديت من البلاستيك دي اسمها ايه؟ الجسيمات البلاستيكية أسأل رقم أربعة عملية إعادة البيئة إلى حالتها الطبيعية بعد الضر يعني البيئة رجعت بعد الضر الذي حدث لها بسبب الأنشطة البشرية دي اسمه ايه؟ اسمها عملية الإصلاح يبا احنا صلحنا البيئة وعدناها إلى ما كانت عليه رقم خمسة تغير في مكونات الهواء والماء والطربة مسببا موت الكائنات الحية دي على طول أول ما يقول لي تغير ده اسمه ايه؟ التلوث رقم ستة استياض الحيوانات بشكل مبالغ فيه يعني كتير جدا مما يؤثر على البيئة ده اسمه الصيد الجائر أسأل رقم ستة رتب السلاسل الغذائية القتال رقم واحد أسماك صغيرة طيور بحرية بكتريا كائنات دقيقة ايه منتجة احنا بنقول ان في اي سلسلة غذائية لابد من وجود كائنات منتجة اول حاجة بتبدأ بكائنات منتجة اللي هي كائنات دقيقة منتجة بتتغذى عليها أسماك صغيرة ثم تتغذى عليها طيور بحرية وأخيرا تموت الطيور البحرية وتتغذى عليها مين؟ البكتريا السؤال رقم اتنين سقر أفع أمح فقر نبدأ بايه؟ بأمح ليه؟ الأمح ده كائن منتج نبيت ثم بعد ذلك تنتقل الطاقة إلى فقر والفقر يتغذى عليه أفع والأفع يتغذى عليه السكر هنا هو رقم تلاتة سمكة قرش طحالب شعاب مرجانية عوالق بحرية سمكة الفراشة نبدأ بمين؟ نبدأ بطحالب ثم بعد ذلك تنتقل الذي تغذى على الطحالب هو عوالق بحرية ثم بعد ذلك شعاب مرجانية ثم بعد ذلك سمكة الفراشة وأخيرا سمكة القرش السؤال رقم سبعة أكمل العبارات الأتية رقم واحد يؤدي موت نقطة التي تتغذى عليها الأسماك إلى هجرتها الأسماك بتتغذى على إيه؟ الكائنات الدقيقة رقم اتنين يجب تقليل التلوث بفعل المواد نقطة لحماية الشعب المرجانية المواد الإيه؟ البلاستيكي من أسباب الأسباب الطبيعية نركز في الأسباب الطبيعية الحدوث خلل في الشبكات الغذائية أقوله إيه؟ الفيضانات ممكن أقوله الأمطار الغزيرة رقم أربعة تنتقل الطاقة من نقطة إلى النباتات مباشرة في الشبكة الغذائية من؟ من الشمس مباشرة إلى إيه؟ إلى النباتات في الشبكة الغذائية السؤال رقم تمانية لاحظ الصور ثم أجب عن الأسئلة الآتية رقم واحد الصورة المقابلة تمثل نظاما بيئيا طبعا ده نظام بيئي بحري واحد تعتبر الأسماء كائنات منتجة ولا مستهلكة الأسماء ده كائنات مستهلكة رقم بيئة اختفاء الطحالب البحرية يسبب نقط في النظام البيئي أقوله على طول يسبب خللا في النظام البيئي ليه لأن الطحالب ده كائنات منتجة رقم جيب تتغذل كائنات نقط على بقايا الكائنات الميتة بقايا الكائنات الميتة على طول يبقى أقوله الكائنات المحللة هي التي تتغذل على بقايا الكائنات الميتة السؤال رقم اتنين لاحظ الصورة المقابلة ثم اختر دي طبعا دي بلاستيك بيتحلل بيتكسره والأسمك تسمى القطع الناتجة عن تكسر الزجاجات البلاستيكية بيه الجسيمات البلاستيكية ولا المنتجات البلاستيكية دي اسمها الجسيمات البلاستيكية دي ايه قطع ناتجة عن تكسر الزجاجة البلاستيكية اللي هي دي دي اسمها جسيمات بلاستيكية تتسبب القطع الصغيرة البلاستيكية في نقط السمتة تغزيت ولا تسمم اقول له ايه تسمم السؤال التالي لاحظ الصورة التالية ثم اختر دي جزراء وده أرنب وده سعلب تمام كده دي نركز مع بعض هنا هو اختفاء نقط يتسبب في زيادة اعداد الارنب السعلب ولا الجزر اقول له ايه السعلب لان السعلب هو اللي بيتغز على مين على الارنب رقم بي زيادة عدد الارنب بشكل كبير يتسبب في حدوث نقط في النظام البيئي خلل ولا اتزان لما يكون الارنب زايدة بعدد غير طبيعي بشكل كبير ده بيحدث ايه خلل في النظام البيئي اجب عن الاسئلاتية رقم واحد عند موت الكائنات المنتجة بيحدث خلل في الشبكات الغذائية اذكر السبب السبب لان احنا عارفين ان النباتات تعتبر كائنات منتجة لانها الكائنات التي تستطيع صنع غذائها بنفسها وتعتمد عليها باقي الكائنات الأخرى السأل رقم اثنين اذا حدث تصرب زيت بترول من احدى السفن وتسبب ذلك في موت الاسماك الصغيرة ما اثر ذلك على الطيور البحرية ايه اللي يحصل للطيور البحرية لما الاسماك الصغيرة هتموت اقول له ايه هذه الطيور لن تجد غذائها فتهاجر او تموت السؤال رقم ثلاثة كيف نحمي الكائنات البحرية من الصيد الجائر لها زي الاسماك مثلا نعمل ايه عشان نحميها من الصيد الجائر انشاء المحميات الطبيعية رقم واحد رقم اثنين العمل مع الصيدين لمنع الصيد الجائر السؤال رقم اربعة توجد عدة انشطة بشرية تتسبب في تدمير موطن الكائنات الحية اذكر مثلا على ذلك عايزين نشاط بشري بيسبب في تدمير المواطن الكائنات الحية اول نشاط القاء المخلفات في البحر وكمان الصيد الجائر لاسماك السؤال الاخير يتسبب تغير المناخ في هجرة الكائنات الدقيقة المنتجة التي تتغذى عليها الاسماك الصغيرة ماذا يحدث لهذه الاسماك الاسماك دي ايه اللي حصل لها عند تغير المناخ لن تجد غذائها فتهاجر او تعمل ايه او تموت بكده حباب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التلميذة على المفهوم الثالث بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته